اشتركوا في القناة لا اهلا اكيد ما ترمدت رايح بعد ما تخلص هلا عكتد رأيت مارجوريس حد المجلس النواب وحطين احنا كمان اذا بدك برا للشباب اللي فيتين صار فيه كمان ترميد اهلا وسهلا فيك راح نبالي اشدغري مع صحيفة النهار صحيفة النهار عنوانة كاج للنهار لعدم ترك لبنان ينزلق اكثر مساعدات مؤتمر لندن دون ثلث الحاجة هلا اتذكروا بعد ما فنق 12 مليار يعني ان شاء الله تكون هذه المساعدات مش على حساب الوضع اللبناني لانه اسمعنا من فترة انه توطين مقابل هذه المساعدات فخليون يعني يرجعوا للتجارب الماضية انه ما بتزبط مع لبنان انه اذا مساعدات مشروطة الافضل بلاها وانه مساعدات مقابل توطية فراسة العمل للنازحين السوريين في لبنان هذا بعتقد ما رح تزبط اللبنانيين عادين ببطالة واي شكل من اشكال التوطين باللبنان مرفوض ايضا بعنوان النهار بالعنوان الاقليمي الجيش السوري يمضي نحو الحدود التركية والامارات تؤيد تدخلا بريا ضد داعش الملك سلمان يدعو الدول الاخرى الى عدم تدخل في الشؤون الداخلية السعودية صحيح على العام ينحكي انه بلكن يصير في تدخل بري بسوريا من بعد ما قلبت الموازين للتدخل الروسي وانه جايش النظام عبر شوية انجازات بمناطق حلب بس بشكل انه يصالوا الى تدخل بري يعني سعودي او خليجي عربي في منطقة سوريا نعم خلينا نروح للسفير بيقول الوزراء يرهقون المالية والخيار بين الاقتراض والضريبة زيادة سعر البنزين اقتراح سريع الاشتعال وهذا الوضع يعني رح يفجر يرجع الشارع انا شيء لا اكيد سريع الاشتعال البنزين معروف مادة سريعة الاشتعال وبلشنا نشوف انه هلأ كتير نقابات وهذا بدنا ناخد حصصهم من موضوع الزيادة سمعنا بدنا نسلسل تلتها بالرواتة بلاء رجعوا الاساس يربطوها بموضوع انه ما منغطي الانتخابات البلدية هنه بيستلموا يعني رؤساء الاقلين قلتك معقول يكون سبب لي اجلوا انه خلص يعني بكون السبب على نعمة محفوظ بدل التمويل المراقب بكون سبب على نعمة محفوظ ومحمود حيدر ساعتا هنه لازم ينتبهوا لهذا القصة وما يلابسون ياها بسببكم نحنا ما رح نعمل الانتخابات بس انا بشك يوصلوا الى المبلغ الخمس تلاف تلتها بالأخير رح يسببو على 22 افل ليرة يوازي تلتها بالأخير هلأ كمعنى رئيس الانتخابات مثلابل listening ولا ممكن نقبل بهذا الزودة بالعكس المفوط للدولة هلأ صار بحبوحة اكتر الخفاة سعر البنزين صاحلي صحيحة يعني اوفروا كتير الفاتورة فاتورة الكهرباء النفط عم بقولوا ان هذا الاقتراح لازم يجي من وزير الطاقة ما بعف اذا وزير الطاقة رح يطرح هكذا اقتراح هذا اقتراح غير شعبي انما بعتقد ما في دخان بالنار يعني بالنهاية يمكن بدنا نصال ما لوحوا بالموضوع اللي هم حاسين ووراها اذا عرفت من وراء هذا الاقتراح يعني يلي هو الرئيس فؤاد السانيورة بده دالي حور ويدور هو بحب الشعب يعني عن جد بلش بالخمسة ممكن ينزل بحب جايبت المواطن اي اي بحبها على الميلتين بحبها مش عمالة وحدة نعم نروح لصحيفة الاخبار جلسة اليوم نصاب بالانتخاب وبالصورة العراق لعبة الابتزاز الامريكية لنو على جلسة الانتخاب نصاب بالانتخاب جلسة ال35 يعني انا صرت مغطي 36 جلسة هلأ انا رح اتوجه من هون دغري على مجلس النواب نصاب ما بعرف اذا رح نصال للعدد ال86 انما يمكن يكون اليوم الحضور شوي اكتر من الجلسات الاخرانية مين ممكن يحضر يعني من يلي محضر يعني حتى يعني بعتقد بالليا اللي كانوا الكتلة اللي كانت تنزل يمكن تكون حاشدة اكتر يعني المستقبل يمكن العدد النواب يمكن ينزل الحضور اكتر القوات يمكن ينزلوا مع زمن الكتائب يبدو نزلين اللقاء الديمقراطي وكتلة التنمية والتحرير يعني يمكن يحضروا اكتر حتى الوجه رسالة نوعا ما انه سلبية انه نحن نزلين بس المرشحين غير نزلين عم نسمع يعني هيدا هيدا القصة ما بعرف بس اذا رح نصال لموضوع النصاب ال86 حتى لو تأمن النصاب بعتقد ما رح يكون في انتخاب اه كمان شو رأيك مبارح باللي نحكى بالليل لرئيس حزب الكتائب سامي جميل انه هو بده يصوت للرئيس أمين جميل حقا يعني بلكن ساعتها بيكون هذا موقف مثل موقف النائب والي جنبلات انه حتى لا نلتزم لا بالجنرال مشايل عون ولا بالرئيس طيار مردى سامي جميل نحن عنا مرشح كتائب رئيس أمين جميل او بده حطه ساعته ورقة بيضاء بس هذا الخيار يعني انه هن رأيه هيك وعند ناطرين اجوبة على موضوع بعض الاسئلة اللي طرحوها كان من النائب الفرنجي او من الجنرال مشايل عون ناطرين هذا الاسئل وعلى ضوءة بيبنوا رح ينزل النائب السلامية فرنجية يعني ما بعرف هو يعني النائب السلامية فرنجية عم نسمعه بيقول اشياء كتير وبيلتزم فيها شوية بعد شوية من نجح عم نسمع اذا سمعنا شو قاية القبل وليت جملات يعني صار يعني انه انه افجأنا شوية للنائب السلامية فرنجي ما بعرف هلا هو عم بيقول انه انا ما بنزع على الجلسة الا اذا كان حزب الله حاضر بدنا نشوف هلا اذا كانوا بيعملنا شي مفاجأة وبينزل ما في معلومات بس تبعد هالجلسة ينزل يعني بخليها شي جالستين اذا بقي الوضع نبعدها 14 شباط مع انه عم بيقال هو بقول انه عنده البوينتاج بقول سبعين صوت ولقلو يعني بس ما بعرف هون النصاب بالانتخاب باللبنان مش نصاب عددة في معادلة سياسية في احقية لبعض الاشخاص معروف يعني اليوم الجنرال مشارعون هو يمثل شريحة كبيرة من المسيحيين بعتقد انه لحقية لانتخاب الجنرال عون بهذه المرحلة من روح لصحيفة الجمهورية لا نصاب اليوم ولا انتخاب لالتون يعني هذا هو ما بعتقد رح يصاله لستة او اثنين يعني الرئيس سعد الحرير ما بعرف اذا حجزوا جاي عاكل حال ما منعب اذا رح يجي قبل 14 شباط يعني او انه رح يجي حتى يمكن تكون كلمته متلفة زي مثل العادة عبر سكايك يعني بعتقد تحرز ذكرى والده يجي على لبنان يجي يعود شوي مع الشعب هلأ في اشي كتير بتخليه يحرز يجي بدك هو يجي يعني ما حدا منعه ما يجي ما مرشح الناب ايه بس ما حدا ايله ما تجي او ما لا يكتب صوتوله بس على كل حال في خبر كمان بالجمهورية مع صورة البترك الراعي وبعض المطارين مباري حبيب كركي دعما لمتطوعي الدفاع المدني عم بوقع على لا شك حرام انه دفاع المدني هادي الشباب تعبوا انا بعرف من عنده بضاعة برشمية يعني عند اقل حريقة كانوا يطلعوا كتير عنا مركز الدفاع المدني برشمية ويطلعوا كمان مؤازرة من بيروت حتى في بعض الشباب اللي عم يعتصموا مثل يوسف الملاح انا بتذكر انه شفته كان طلع من منطقة الضحية لرشمية حتى اللي يشارك باطفاء الحرائق ووقتها هون بدواجه تحية لمديرة الوكالة الوطنية لانه كنا مع بعضا لما صارت الحريقة وصارت الاتصالات مع مديرة الدفاع المدني حتى اللي يتوجهوا لحقوا الحريقة وبدو ما يصير في كارثة بيئية صحيح بصحيفة البلد جلست الرئاسة بلا نصاب اليوم وطرابلس نجت من قطوع امني يعني طرابلس هذه العبوات اللي نتشوفها من مرة بعد مرة ما بعف ليش توقيتها هلأ كمان من بعد قصد اعترافات نعيم عباس عبوتان ومش قلال يعني لو فجروا كيف سكيف سكيف نتوجه بالشكر للاجهزة الامنية للجيش اللبناني على العين السهرة يلي عم تقدر تنجح المناطق اللبنانية من هذه الكوارث يلي عم نتشوفها وانه بطرابلس شوي صير فيه ضبط اكتر يعني لهذه الحركات بلا فلا تاني نعم انا بقولوا ناق نار تحت الرماد يعني باي لحظة ممكن ترجع تولع بطرابلس وبلا قاضة مواقع يعني من بعد يمكن في طرابلس شفنا اخر شي كمان حركة لأهالي الموقفين الاسلاميين انه اعتبروا حالهم مظلومين انه اذا الوزير السابق مش هسماحها تم اخلاق سبيله لاش اولادنا بعضون هيدا ان شاء الله ما تكون هيدا مرتبطة ببعضا نروح لصحيفة المستقبل عنوانة المستقبل اليوم الجلسة الرئاسية بري الحضور واجب وطني فرنجي نحن وإياه واحد وحلو مشارك حتما بكركي ودار الفتوى للمعطنين تدمرون الدولة الحلو بالمستقبل صار يحبوله بري ايه كل يوم احد بياخدوا حديث وصار يحبوا الوزير الفرنجي نعم انا ما بعرف انا ما بعتقد انه يمكن هاي السياسي باللبنان ما بعتقد انه الوزير الفرنجي اجع على الوسط او على 14 ادار انا بعتبر رئيس سعد حريري هو اللي راح 8 ادار انا غاضحة يعني وهيضا من روح للجزم بانه رئيس الجمهوري لحكم 8 ادار يعني فيه توجه من الجهتين يبدو هيك يعني اما الجنرال عون هو هو تيار وطني حر يعني حليف لـ 8 ادار هو بالوسط يعني انه اذا من 8 ادار يعني نكون الجنرال بالوسط صحيح ويلي بيعرف موافل الجنرال قبل ما بعتقد انه الجنرال غير على كل حال بصورة على صفحة الاولى بصحيفة المستقبل مدينة صيدة صيدة كيف يلي هي بانويات منتشرة بشوارع المدينة للرئيس الراحل قباية ذكرة نعم رفيق الحريري حلوة الجملة صيدة كيف وكأنه عاب يسأل عنا من علياؤه ايه يعني قبل عشرة ايام ما بعرف ياريت هيك بهديك المرحل يعني بالأفعان وخمسة لما نزلنا كليتنا على صاحة الشهداء ما بعتقد انه بقى حدا ما نزل على صاحة الشهداء بعد اغتيال رئيس رفيق الحريري اين نحن من هديك من هديك الايام بدوا يسألوا هن يعني ما يحملوا شعب 14 قدار انه وينكون او مناصري الجنرال مشالعون وينكون اذا ما نرجع شو صار بالتحالف الرباعي وقتها باديك الفترة يعني كانت قصة كتير كبير وقتها صار في تسونامي ردا على هذا التحالف الرباعي ولما واحد مثلا هو بيطلع على سوريا بعد اتهامات للنظام السوري انه بيختيال والده فما بعتقد انه يجب تحعيل ايه فانه هذه المراجعات يعني اذا واحد يراجع هذا بقول ايه وين ذكرتها لبنانية قصيرة برأيك لا مش لازم نحن ذكرتنا كتير بعدها منيحة بل بالعموم بل بالعموم نحن مننسو ضغر اللبنانية مع انهم في ناس من انهم كتير كبار بالعمل حتى ينسوا يعني مع الرحابنة يعني كانوا يقولوا انه شعب اللبناني هو في نيقى اصلا بيزقف اذا بتذكر بسرحية مما اخد امي بيصير عمي يبدو الماشي بس هيدا مش عكل الناس بتنطبع مضموط في بعض الاطراف بالبنان يبدو انه انتنتهم بتدل الخارج ويقولونه من الخارج وبيعملوا لا نحن بدنا ندل هوني يعني عنا هدفنا لبنان لبنان اولا يعني نحن شو مصلحة لبنان اولا لازم نمشي فيها وبعتقد اليوم بموضوع الاستحقاق الرئيسي شو مصلحة المسيحيين اولا لازم نعملها معلاج يقولوننا استحقاق وطني ساعة البدن بيكون استحقاق وطني وساعة البدن بصير يسمحونا شوية يعني خلينا يشموا شوية ريحة المسيحية ريحة الشراكة الحقيقية بهذا البلد فآن الاوان للموضوع الشراكة الحقيقية ونتأمل انه تضم كل الاطراف المسيحيين يعني يلي بعد ما ما هيدا ما نضموا لهذا الموضوع يتوسع يتأخذ بعين الاعتبار شو بدهم مطالبهم هواجسهم اذا في من هواجس لحتى اللي تكون نبني موضوع شراكة فعلية لأول مرة من بعد اتفاق الطائف لحتى حسن تطبيق هذا الاتفاق ما حدا بده ينقلب على اتفاق الطائف مثل ما بعرف خلينا نطبقه مظبوط مش نطبقه على حساب المسيحيين وعلى حسابهم بالدولة حالو كتير هذا الكلام استساعد اكيد انا بأيدك على صعيد شخصي الله خلال ننتقل لصحيفة اللباء الفراغ الخمسة وثلاثين اليوم وتفعيل المجلس لمنع الانهيار ابتعاد كتائبي عن عون وفرنجية وجعجع ويوم طويل من تفكيك العبوات والتوقفات كتير موضوعي عنوانا ابتعاد كتائبي هوني بدك علاء هذا الموضوع لا الكتائب كما قلت لك يمكن طرحين اسئلة على بنود هودة العشرة النوائية في ثلاث اسئلة بيعتبر الشخصي أنه بيحتملوا التأويل أنه بدوا هون بدوا توضيح لهذا الموضوع هذا رأي حزب الكتائب إن شاء الله يعني أنه تتقرب الأمور ويصير فيه توافق يعني على شغلة واحدة أنه تجمع كل الأطراف المسيحيين بدعم من بكركة فيه عنوان كان آخر وهي يوم طويل من تفكيك العبوات والتوقفات قبله تفعيل المجلس لمنع الانهيار تفعيل المجلس يعني رئيسنا بيهبري طبعا أنه بهمه من بعد موضوع تفعيل عمل الحكومي بدوا تفعيل جالسات لمجلس النغوبي أنا بستبعد يعني هلأ نحنا عملنا بدورة عادية قداش إليك بالمجلس بس أنوضح للناس تحتاجي يعرفوا عشو عم تحقيق من 92 من عودة المجلس للمجلس أول أنت خبيت كان رئيس حسين الحسينة نعم أنا كنت بعد أن تتاع عشرين سنين وبعد أن رفقنا رئيسنا ببري وأنا هاتنا رح نطع على المجلس والرئيس رح يدال أنا كمان ما رأيت فترة كنت معاولي قطع بجنس بالمقرر قطع وخلص قطع وخلص تصدق تحكي عن شي بستبعد أنه يصير تفعيل لجالسات مجلس النواب قبل الاتفاق على إقرار قانون الانتخاب وهون يعني في وعد كان عامل رئيس سعد الحرير بنا نشوف إذا سيبقى السعد على الوعد أنه لن يشارك بأي جالسة تشرعية إلا إذا تم إقرار قانون الانتخاب يوم قانون الانتخاب هو الأساس بتحديد الأحجام بالمجلس النواب ولما بينقال أنه لا يمكن أن تنزلوا على المجلس أوكي أنا يمكن مع أنه كل الطرف ينزل على المجلس كتلة الطيار الوطن الحر وحزب الله ولكل إنما بدنا نعترف أنه ليش صار تمديد للمجلس النيابي حتى تدل هذه الأمور استاتيكو هو زيته أنه الأكترية للشيخ سعد الحريري يلي ما عليش خاطف له كم نايب مسيحي يعني ما نقول فلا ما قالك حق ما قالكم حق لو ما مدت إلى المجلس بنعرف أنه كل واحد الجنرال عوني كيستطعية عملوا أو أروح على انتخابات نيابية أو أنه ما تقولوا أنه هذا المجلس أنا عندي سبعين صوت وأنت عندك أربعين لا مش هايك مش هيدا مش هيدا مش هيدا مش هيدا يروح على انتخابات نيابية بالأنوار رئيس الكتائب متمسكون بمبادئ أربعة عشر أدار ونرفض الاستسلام لثماني أدار صحيح يعني الكتائب فعلا يعني هلأ إذا بدك تجي تنطلع من من شغلة أنه الكتائب عندها مبادئ أربعة عشر أدار بعد علي بتسأل أنه أنا قداش بقرب على هيدا المبادئ رح يصير في اتفاق برأيك يعني كنا بنحكى أنه في كمان ورقة تفاقهم جديدة رح تضم حزب الكتائب إن شاء الله بنتعمل يعني ما في شي بيمنع يعني ما في شي بيمنع يمكن قصة فاصلة بيمشي الحال يعني أنه على عدد من البنود الشخصامي عنده شوية ملاحظات بي رح سمعناه يعني وعن بيكرر أشياء آلاء بكفية أنه في بند المسلحين بين لبنان وسوريا موضوع السيادة كمان بهمنا نعرف أنه بعتقد إذا صار فيه تواصل أكتر شوية مع التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية يمكن يصلوا إلى تفاهم يعني ما أنهم نبعد الكتاب عن أي تعاون أو تفاهم بس ما يكون مثل قصة الموضير يعني اللي ترحهم بالزمنات لا إن شاء الله النظور بيقرب المسافات إن شاء الله إن شاء الله في شغلة حلوة ده تقريب نتالي مصرد جمبلات يغرد من لندن عنده هوية التغريد تحت عنوان بعيدا عن تصلط الشرقي غرد النائب ريد جمبلات بالإنجليزية على موقع جريدة الأنباء الناطقة باسم الحزب التقدمي الاشتراكي وأرفق الكلام بصورة له وتعليق وعقيلته السيدة نورة وجاءت التغريدات بعد وصوله إلى لندن في رحلة قال إنها بعيدا عن الانتخابات الصورية في السياسة الشرقية هو كان عزيزة الطيارة مع الرئيس تمام سلام لما رأى على لندن وهذا الغريب إنه شو رايح يعمل هناك بعيدا عن السياسة بعيدا عن السياسة يمكن شوبينج بس ما رجع بتفكر أنه عم بيعمل سياحة يمكن هون وهلأ وليد باك هذا وليد باك يعني مهضوم بحركاته بكذا أنا عجبني البيانة الوقت اجتماع اللقاء الديموقراطي أنه معروف النائب جنبلات ما بيحب لخسارة يعني كان استقبل بعده مستقبل النائب فرنجي بقليمانسو وقال أنه أول واحد كنت صاحب فكرة ترشيح وأنه أنا أول واحد مشيت معه لما حس أنه صار فيه اتفاق مع راب وأنه معقول يصير في حزوز الجنرال نكفى رجع لتذكر الأستاذ هاري حلو من وجهه وتحية لأستاذ هاري حلو أو بيرح أستاذ أمير رحمي ما أنه مرشح أنا حكي أنا وياه يعني هذا دائما بلتقى أنا وياه إن شاء الله أستاذ أمير رحمي كمان يجير هالأصوات اللي أخذها بالبقاء إن شاء الله يا عبدو اللي لك بلشنا الصوم بلشنا الصوم لا ما فينا بأجندة اليوم ما فينا الصوم كتير بصحيفة الشرق الجيش ينقذ درابلوس من تفجير والشرع الأعلى ينوه بعملياته الموفقة في عرسال بر يناشد المرشحين النزول إلى المجلس والراعي البلاد في طريق الانهيار بدي أنا يعني عول على كلمة البطرك الراعي نعم إن شاء الله بكركة هي تكون شو اسمه تحط سد لمنع البلاد من الانهيار يعني اليوم بكركة عليها دور كتير كبير البطرك الراعي يعني إن شاء الله هيك يرجع يحيي دور بكركة للتاريخي إنه اليوم متل ما جامع الأقطاب الموارنة خليه يرجع إذا بيقدر يعمل جامع لهؤلاء الأقطاب يقول من يمثل أكتر شي عند المسيحيين خلينا نمشي بالتمثيل الأكتر اليوم مين أحق عند المسيحيين صار فيه كتلتين مثلا كتير كبار إن شاء الله الكتائب والتيار المردة ينضموا خلينا اليوم فرصة أحقية للجنرال يعني إنه الجنرال اليوم متقدم متقدم بهذا الموضوع إن شاء الله بكرة في وقت للنائب السلمية فرنجية لرئيس الكتائب الشخ سامي جميل إن شاء الله بعدين للدكتور سامي جعجا أنه ليلا خلينا اليوم نتوحد وراء الجنرال ينتخب رئيس وهيضا ويمشي الحال هون بعول أنا على دور فاعل للبطرة كالراعي إنه هو يحسم هذا الموضوع يتنضم بكركة إلى هذا الموضوع وهي ترعاه يعني عم نسمع أنه اتصالات من الرئيس سعد الحريري تشيب بكركة شي بخلي أولندي تلفن للرئيس السلمان الفرنجية للنائب السلمان الفرنجية يعني ضغط مثل ما بيقدر يشتغل الرئيس سعد الحريري تيكون حالة مثلا دعم لمرشح بيقدر يرجع مثل ما كان يفتح على الجنرال مشاي العونو هذا إنه شو بيمنع ما السلمان الفرنجية والجنرال يمثل أكتر بكتير بآخر صحيفة صادرة ببيروت الشرق الأوسط التقى ضيوف الجنادرية وشدد على التفاؤل رغم الظروف المحيطة بنا خادم الحرمين من حقنا الدفاع عن أنفسنا ولا نقبل التدخل في شؤوننا الناس هنا عم تسأل أنه ليش أنتوا ادخلتوا باليمان ليش ادخلتوا بسوريا ليش ادخلتوا بالبحرين بموضوع السعودية يعني السعودية يعني بالاستحاق اللبنان عم ينقال أنه ما يؤخر الاستحاق الرئاسي هو هذا صراع السعودية الإيرانية هلأ إن شاء الله يعني عم نسمع كثير أنه أشياء وتحليلات حول موقف السعودية إن شاء الله ما يكون في تدخل ووضع فيتو معين السعودية على أحد المرشحين للرئاسي وقال كان أنه مع مأخر وصول الجنرال مشاهل عون هو فيتو من الأمير سعود الفايصر إن شاء الله اليوم مع الإدارة السعودية جديدة يكون زال هذا الفيتو إن شاء الله وإنه ما يكون حدا عم بيحط أو عم بيقلهم لسعودية حطوا فيتو أو بينقوا الفيتو عن لسانهم بهمنا نسمع شي موقف محدد من السعودية هنا بقولوا أنه نحن ما مندخل بالشأن اللبنانيين ومعنا فيتو على حدا ولا لبنانيين أكيد ما مندخل بالشأن السعودية فإن شاء الله أن السعودية من وجهها لتحية أنه ما يكون عندهم أي فيتو على موضوع استحار إيسي وهي رعية تتوفق دائما باللبناني وإذا بيعتبروا صحيح أنه بهمهم الدولة تستقرار وهذا فيتركوا هذا الموضوع ومثل ما سمعت أنا وقت إعلان النواية فيه تأكيد على اتفاق الطائف فما بعتقد الجنرال رح ينقلب على الطائف بالعكس بدوا يصير فيه تطبيق إن شاء الله سليم لهذا الاتفاق بما يؤمن مصلحة كل اللبنانيين وكل اللبنانيين يحسوا أنهم مشاركين بهذه الدولة تقرأ الأسرار والعيون والغمز واللمز بالصحاب أنا كنت أكتب كمان أسرار وعيون ها كنت تتبون لكن هل رح نفك نحن وياك الأسرار لنشوف رح بلش معنا تاليبي السفير وفقرة عيون سجل تطور إيجابي باتصالات تدور منذ فترة بين قيادات من تنظيم بقوة منه أذار وشخصيات السلفية ايه مش بعيدة مش بعيدة عمين عم يحكم أخذت فكرة شي متابعت بالأول سجلت فينا نرجع سجلت تطور إيجابي باتصالات عم تدور من فترة بين قيادات من قوة منه أذار وشخصيات السلفية ما عندك فكرة يعني ما بدي اتهم إيجاب تروع البناء بخفاية سأل مصرف كبير عن المعجزة يلي بتوقف خلف القطاع المصرفي اللبناني ويلي بتجعله يواصل النمو والتقدم والتطور وتحقيق الأرباح في حين عم بتسجل المؤشرات الاقتصادية كلها بلبنان تراجع ملحوظ فأجاب عصر المعجزات تولى منذ زمن بعيد جدا وقطاعنا المصرفي وكابت ظروف تشغيلية صعبة للغاية وما بتسموه معجزة سبب انتشار العمل المصرفي اللبناني بالعديد من الدول العربية والأوروبية بحيث تصل نصبة النشاط الخارجي لبعض المصارف ل42% الأمر يخزي العان هتبطل سياسة لتحسين نتائجه العامة بتصور هذا الخبر اخدينه من خبر يوم الجمعة اللي كان عنوان صحيفة السفير وكان محطوص شي بالعنوان بهذا الموضوع وبقلب الخبر جوا بكونا قصوا شي اختصرو باللواء الأسرار اللواء لوحز غياب وزير الشؤون الاجتماعية المعنى بملف النازحين السوريين عن الوفد اللبناني لمؤتمر المنحين بلندن طبعا كانت ممثلة الوزارة بعتقد هون بالعادة هو مفروض يكون المؤتمر لنازحين بس الوافد بديو ياخدوا ويراعوا فيها التركيب الطائفية بالبلاد كان موجود رئيس الحكومة تمام السلام ما بيحمل الوافد يمكن اتنين او تنين ايه بديو دال حدا يحكي باسم الرئيس تمام السلام وهو اكتر واحد بيطل على الشاشات والمؤسسات العلمية مضطررين يمكن زميل نافذ كمان منه هون مضطرر يبقى أحدا كمان ناطئ باسم عبدو بلاش ناسهم استاذ سعد الياس بدنا نشكر حضورك واكيد رح يكون إلنا لقاءات تالية لجوجة للتأصف وفور عالمي انشاء الله بالمرأة الجاية يكون صار فيه انتخاب لرئيس نكون عم نهني لبنان كنا حبين قبل عيد مارمارون بكرة منوجه تحية لكل الموارنة باللبنان العالم أنا مش متعصي بس بحبهم طبع ونحن نقول لك صوم مبارك من هلأ وشاء الله أيامك يا ابن مباركة لكل الناس مع صيف ازدهار أكتر لشاشة وتتقدموا أكتر شكرا لك الزميل سعد الياس مشاهدينا رح نروح لبريكة جديد ونرجع من بعضه لجولة حول العالم أحداثها نهار وأخبار أخبار فنية